اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرشاشة اللي دي ما كنا ندر عليها اسميتها بلو دميثيلان هذا الرشاشة كينا كتدير 35 درهم كيلي كتجي غالية لأنها هي خدامة يعني كترشا حج الجرشات في القدوم دي الأرنب هي زلقة بحل دير بحل المداد كتتخدم ولكن ثمان ديانا شوية غالية 35 درهم يعني خدامة 100% اللي كتخدم وإنما كي المربين اللي كيقولك أنا ما فيجي في استطاعة ديالي أنا ندير هاد 35 درهم وخة اسمه هو الحل السهل وبسيط أنا قد ندرع لا زيت المائي دا أنا درقت هاد زيت لأني الاسم ديالا حاولت ندرقه باش ما ندرش إشار شي زيت هي عموما زيت المائي لكن ما بغا تكون بحل الإخوان ديالنا المصريين أو الإخوان ديالنا الجزيريين ولا سوريا ولا تونس كلهم يقدروا يديروا الزيت الوحدة لدي المائي دا اللي كتتسعمل كي ما بين بلد وبلد كتكون كتكون عن واحد اختلاف في الأسماء أنا كنقول زيت المائي دا زيت المطوخ العادية هي اللي غا تتسعمل حاولوا انكم هاد الرشاشة هادي تدبروا إما رشاشة بحال هاد الشكال ولا ديال رشاشة ديال الدواء الحمار أو تقدروا تديروها غيب بواحد القطنة هاديك الزيت وتقبوها في الأدن ديال الأرنب وحد السيد دار بحال هاد الرشاشة هادي كان دواء ديال الحمار اخوها كاملة وعمرها شوية بالزيت الزيت العادية ديال المائدة وكيرش هكا جرشات فين في الأذن ديال الأرنب من كيرش في الأذن ديال الأرنب هادك تصمغ الأذن مع المدة كيبقي عطاب مع المدة كونوا متأكدين إخواني أن هادك الزيت كترتب هادك القشرة اللي كيينفي عند الأرنب وكي يبرأ منه إذا سموكي وقع أن هاد هاد البلودميتيلان هو كي إذا كما قلنا أن هاد البلودميتيلان سموكي دير هو في الحقيقة مرلوا لم يكدروه الأرنب كيبقي ينفضوا دنيب وحد شكل يعني حالي كيتحكو دك الجيهة ديال تصمغ اللي عنده ومع المدة هاد هاد البلودميتيلان كي يرتب هادك الزرح وكي يصده وكي يداويه أما الزيت العادية يعني الزيت المائدة أما قلت لكم بلا ما نذكروا الأسماء الزيت ديالشي شاركة ولا حنا قلنا نضروع للزيت المائدة عامة وهي أنتم كما كتشوفوا عندما قاعد دول رأى عندهم نفس الزيت اللي كيتحط للطياب أنا هاندينكم بوحد شوية وغادي تشوفوه بعينيكم عندما هاد الزيت هادي عادية راهية اللي كتداوي لأنه عندما هادي ينمسي تدرسوها في الأودن ديال الأرنب أن هذه القشرة اللي كتكون فيه إما تديروها بوحد القطناط ودهنوا بها هادك المنطقة أو ممكن أنكم تديروا رشاشة وديروا فيها هاد الزيت هادي وترشوا في وسط الأودن وكونوا متأكدين نهار الأول الثاني الثالث غادي بدي حيز هادك شيء لأن الناس ممكن أن يديروا بالنسبة للتسلوخات تسلوخات اللي كتجي الإنسان ما بين الفخضين يديروا غيز الزيت العادية كونوا متأكدين أن هذا الزيت راه كترتب هادك التسلوخات كذلك تسمغ الأودن راه بالجريبة واحد السيد كان عنده هذه المشكلة تسمغ الأودن في واحد الأرنبه أم وكان خايف عليها أن يسرح لها في الجسد دياله كامل ولكن من دار هاد السيس يعني دارها في حال هذا الرشاشة هادي دارها في الرشاشة ورشها الأرنب في الأودن دياله نهار الأول الثاني الثالث هادك تسمغ ما بقاش كونوا متأكدين بلا ما تقشروا وبيتديقهم ولا تديروا شيء حاجة تقشروا إلا غير الشو واحد جوجر الشات في الأودن هي الأودن اللي مصابة وهاد الطريقة هادية لك تصلح لي تسمغ الأودن فقط أما بالنسبة للجارب راه عندي فيديو آخر اللي درنا فيه الزيت العود مع أكشي هادك الناس شكرون على هاد 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 الفيديو راه تجابه واحد نسبة عالية من المشاهدات وفعلا راه أخذ ذلك كذلك هاد الفيديو إن شاء الله راه غادي إينال إعجاب ديالكم يعني الجارب الخاص بالأودن يعني تسمغ الأودن راه خدام هاد الطريقة مئة بالمئة إذا إلا أعجبكم الفيديو الناس اللي ما يشاركوش معانا يشاركو معانا تكيوا على زر جيم باش تساندونا وتكيوا على زر الجارس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة